اشتركوا في القناة دفعت الكثير من أبناء الشريحة الاجتماعية الفقيرة الفقيرة في التعليم والوعي في مجتمعاتنا العربية دفعتهم لتصديق بعض النبوآت المزيفة في كتب الفرق الإسلامية مثل نبوآت المهدي المنتظر المسيح الدجال السفياني اليماني أصحاب الرايات السود ملاحم آخر الزمان أو ملاحم آخر الزمان وما شابه ذلك من الروايات التي وضعت في العصر العباسي لتحقيق أغراض سياسية في حينها واستمرت معنا لليوم وأكثر من استفاد من هذه الخيالات وهذه الأوهام هي الجماعات المتطرفة مثل داعش والحوثي وجماعات الشيعة المختلفة الموجودة في المنطقة العايشة على هذه الروايات متعايشة على هذه الروايات فمن المعروف أن عقيدة المهدي المنتظر من أبرز مكونات الخطاب الإمامي في اليمن والجزيرة العربية الحوثيون يقولون لأتباعهم إن زمان المهدي المنتظر قد اكترب وإن عبد الملك الحوثي هو اليماني اليماني الذي يمهد لظهور المهدي كما ذكرت كتب الحديث هكذا بيكدم ويكدمون هذه العقيدة في قالب مدروس من الحجج والبراهين والإحاءات والمؤثرة في أذهان البسطة ولهذا رأيت أن نتحدث هذه الليلة في هذا الموضوع فكونوا معنا هناك مثل حسكري يقول السطحيون يهتمون بالاستراتيجيات والخبراء يهتمون باللوجستيات المثل فيه مبالغة ومفاركة طريفة من المعروف أنه الذي يهتم بالاستراتيجيات هم المخططون الأذكيع وليس السطحيون فلماذا يتهم يتهمهم المثل بالسطحية المثل أراد أن ينبه لمسألة لا يعرف خطورتها إلا الخبراء المجربون في الميدان أولئك الذين خاضوا الحروب فعلا وجربوها ولم يتوقفوا عند حدود المعارف النظرية التي تلقوها في كلية القيادة والأركانة وما شابه هذه المسألة هي مسألة اللوجستيات اللوجستيكس بالنسبة للجيوش هو فن إدارة تدفق المواد والمعلومات والإمدادات اللازمة للجيش أثناء الحرب لكي تنتصر في الحرب لا يكفي أن يكون لديك جيش مدرب وقيادة موحدة وخطة حربية محكمة وأهداف مشروعا للحرب لا يكفي هذا هناك عنصر آخر في غاية الأهمية قد يتساهل البعض في شأنه ويتسبب في هزيمة منقرة ما هو هذا الشيء؟ هو ضمان تدفق المواد والمعلومات والمعلومات اللازمة من وإلى الجيش الجنود في الجبهة محتاجين أكل شرب محتاجين تواصل بالقيادة وإذا لم تؤمن هذه الاحتياجات ستخسر المعركة مهما كانت عناصرها الباقية ممتازة هذا ليس هذه مسألة يعرفها الخبراء أكثر من ما يعرفها المنظرون يعني حتى منظروا الخطط الحربية هذا ليس موضوعنا بالطبع يعني مش موضوع الحلكة إنما أردت أن ألفت النظر إلى مسألة هي أننا كدنا تجاهل أحيانا بعض التفاصيل التي نظن بخبرتنا العادية أو الكاصرة نظن أنها تفاصيل غير مهمة أو أنه ليس لها خطورة ثم يتبين لنا فيما بعد بعد فوقات الأوان أنها كانت موضوعات مهمة وخطيرة وأن أصحاب الخبرة الحقيقية اللي كانوا يحذرون من خطورتها دون أن نلقي بالا لتحذيراتهم كان معهم حق كنا لا نلقي بالا لتحذيرات الخبراء لأن خبرتنا كما قلت كانت كاصرة عن استيعاب أهميتها يعني على سبيل المثال كان لدينا نحن اليمنيون وهمان قبل حصول انقلاب 2014 كان عندنا وهمين أسحم هذان الوهمان في خسارة معركتنا مع مشروع الإمامة حتى الآن الوهم الأول هو اعتقادنا آنذاك بأن النظام الجمهوري يحظى بتأييد شعبي كبير واسع بين اليمنيين كنا نقول مجمل اليمنيين جمهوريون ولن يتنازلوا عنه من المحال أن يقبل اليمنيون بعودة الإمامة كان هذا اعتقاد الوهم الثاني هو اعتقادنا بأن أفكار الحوثي المذهبية السخيفة اللي كان يروجها في صعدة ليس لها سوق في اليمن ولن يتأثر بها إلا كله قليلا من الحمقى والمغفلين والمسطحين وأصحاب الفاهدة كنا نعتقد أيضا ذلك ثم تبين لنا فيما بعد بعد أن وقعت الفأس في الرأس أننا كنا نعيش في وهم بعد أن رأينا عائلات جمهورية ومؤسسات جمهورية تبايع الإمامة بالولاء والفداء مؤسسات كاملة وعائلات كاملة تعمل كانت جمهورية تعمل من أجل الإمامة تعمل في خدمة الإمامة ورأينا أفكار الحوثي تنتشر في أوساط الكثير من شباب اليمن وكهولة صحيح أنه ما زالوا أكلية لكن انتشر بشكل ما كان غير متوقع وصحيح أن الحوثي ما تمكن من السيطرة على البلد إلا بدعمه من دول أجنبية مثل الإمارات والسعودية وحكام النظام الدولي اللي سهلوا لها الأمر وبعد أن سلم لعلي عبد الله صالح مفاتيح المعسكرات والمؤسسات والمخابرات صحيح هذا لكن هناك حقيقة ليس من الذكاء تجاهلها هي أن الخطاب الإيدولوجي الحوثي الخطاب الإيدولوجي العقائدي للحوثي نفسه قد وجد له سوقا في اليمن وأن الانتصارات غير المستحقا للحوثي قد أسهمت في إقناع بعض اليمنين بصحة الإيدولوجيا صحة الإيدولوجيا الإمامة والخطاب الإيماني يعني هو انتصر في معارك كثيرة بسبب الخيانة لكن أتباعا لا يفسرها خيانة بالنسبة لهم وهم يعتقدوا هذا تأييد إلهي للحوثي أريد في هذه الحلقة أن أصلد الضوء على عنصر مهم في هذا الخطاب له تأثير خطير على أتباع الحوثي من كليلية المعرفة وكليلية العاكل أيضا هو موضوع النبوءة النبوءة بظهور المهد المنتظر هي موضوع حلقة هذا المساء أول ملاحظة لفتت انتباه اليمنيين في العام 2014 هي ذلك الاستبسال وتلك الشجاعة في مواجهة الموت من قبل أتباع الحوثي في اعتقادي لم يكن أحد من أذكياء اليمن يتوقع أن يقاتل بعض اليمنيين بذلك القدر من الاستبسال والشجاعة في سبيل المشروع الإمامي حقيقة لا بد من اعترف بها لكن لماذا لم نكن نتوقع ذلك؟ لأن خبرتنا بالحوثي وعناصر تأثيرة كانت متواضعة كانش عندنا خبرة كافية كنا نعتقد نتكلم عن النخبة السياسية والمثقفة كنا نعتقد أن الفكرة الإمامية نفسها سخيفة إلى حد أنها لن تجد زبونا واحدا يشتريها ونسينا نسينا أنه عندنا شريعة واسعة من المواطنين الفقراء جدا فقراء في ماذا؟ فقراء في البعرفة فقراء في الوعي فقراء في الضمير مستعدين دمروا بلدهم من أجل شهوة فقراء في الشعور بالمسؤولية وفقراء في الشعور بالكرامة والحرية واحد يدور للسيد هذا ما عنده أدنى شعور بالكرامة واحد يبحث عن سيد يصنع صنم يعبده اسمه السيد هذا ما عنده أدنى شعور بالحرية ولا بالكرامة صدقوش أبتهم لما يقولوا أنه أحلام نقاتل من أجل فلسطين وأحلام نقاتل من أجل الكرامة هؤلاء مجموعة مرضى لديهم أمراض يعني يعرفوا هؤلاء النفس بيتوهموا أنه بيبحثوا عن كرامة لأنه في حقيقة الأمر لو كان لديهم كرامة ما بحثوا عن سيد صاحب الشعور بالكرامة لا يمكن أن يبحث عن سيد خارج ذاته لأنه لازم يرشوف نفس السيد كل إنسان كريم يشوف نفس السيد ما يبحث عن سيد هذه الشريحة من الفقراء كانت قد اتسعت في العهد الجمهوري بفضل صياسات علي عبدالله صالح هذه حقيقة نسيناها ولذلك اتفاجأنا بالحوثي ونسينا أن حركة الحوثي تشبه حركة الحشاشين التي أسسها الحسن بن الصباح في كمم جبال فارس والشام في قبل قرون أيام صلاح الدين الأيوبي كان الحشاشون جباعة شيعية فدائية لا يخاف أفرادها الموت أبدا ينفذون عمليات اغتيال بكلب جامد نسينا أنه فركة الحشاشين هذه فركة يهودية فركة شيعية أيضا وامتازوا أصحابها بالشجاعة المفرطة أو بالتهور إذن الشجاعة ليست حكر على الناس المحترمين ولا حكر على أصحاب الحقيقة ولا على أصحاب الحق الشجاعة ممكن تكون لناس لأي فرد حتى لو حشاش لأي جماعة لأي طائفة اليهود في وقت من الأوقات كانوا أيضا شجعان في مواجهتهم للرومان كان علي عبدالله صالح قد هيأ الطريق للإمامة بأمرين خطيرين الأول عندما خطط لمشروع التوريث وتحويل النظام الجمهوري إلى نظام ملكي بالتدريج بدعم من المملكة السعودية التي كانت تفضل ذلك كانت تفضل نظام ملكي في اليمن هذا أولا الثاني الأمر الثاني الذي ساعد الحوثيين لي سهل الحوثيين المجي من سياسات علي عبدالله صالح هو تجهيل شريحة واسعة من اليمنين وتزوير وعيها عبر برنامج طويل لمسخ الشخصية والضمير الحي تكلمنا في هذا كثير ولكي ينجح مشروع التوريث لكي ينجح مشروع التوريث كان لابد أن يقتل علي عبدالله صالح أن يقتل الوعي الجمهوري والولاء للجمهورية بالتدريج ولذلك لم يكن علي عبدالله صالح يمدح الجمهورية ولا يواليها إلا بالكلام أما السياسات فكانت تخدم فكرة الملكية سياسات كلها كانت تخدم فكرة الملكية كان بمهد الملكيته وقد استطاع أن يوجد شريحة من اليمنين لا بعث بها من المؤيدين لمشروعه الملكي هذه الشريحة معظمها تحول فيما بعد لتأييد المشروع الملكي الإمامي قالوا لك كلها ملكية هذا الإمام أخرج لأنه سقط لما سقط علي عبدالله صالح لما أسقط كداسة الفكرة الجمهورية من قلوب الناس ودخل في منافسة مع الحوثي فيما بعد الحوثي كسب المنافسة كسب المنافسة لأنه لديه ميزات إضافية ليست موجودة لدى علي صالح الجمهور الملكي موجود ولد الحوثي ميزات يستطيع أن يقنع بها ويؤثر في الجمهور الملكي أكثر من تأثير علي عبدالله صالح ما هي هذه الميزات؟ بالذات في بعض القبائل ميزة الخطاب الديني ميزة الخطاب الديني عند الحوثي هي الفيصة ما ميزة هذا الخطاب؟ ميزته هو أنه خطاب مدروس بعناية من قبل خبراء في حزب الله وفي إيران جماعة إيران وجماعة حزب الله الشيعية والشيع عموماً يدركون أن خطابهم الديني مليء بالعيوب والثقوب المنطقية والأخلاقية والتاريخية هم يعرفون ذلك ولذلك عملوا بذكاء وبصبر بصبر حائق السجادة الإيراني عملوا على حباكة خطاب مؤثر ومقنع لتلك الفئة البسيطة من عوام الناس التي تصلح على فن المدافع فيه فئة مريضة في المجتمع يناسبها الخطاب الشيعي صنعوا وحبكوا ونسجوا خطاب مركز مدروس يعطى في الدورات الثقافية يعطى للشباب مثل الحقن يعني حقن المرفين المخدر للأتباع الذين يجهزونهم للذاب إلى جبهات القتال طيب بقى مكونات هذا الخطاب الأساسية يا ترى هناك مكوناً أساسياً في هذا الخطاب المكون الأول يستغلون في مخزون الكراهية للنظام السعودي في قلب اليمنين هناك مخزون كراهية في قلوب اليمنين للنظام السعودي على مدى خمسين سنة وهو يدمر التنمية في البلد وبيحارب اليمنيين بيحارب وجودهم الحوثي يستغل هذا مع أن الحوثي والإمامة عموماً طوال حياتها كانت تتغذى على كما قيل على مخرجات اللجنة الخاصة في الراحوا بيت حميد الدين والراحوا بيت الحوثي هذا لكلهم طوال السنين الماضية من أين كانت تجيهم الرواتب؟ من اللجنة السعودية الخاصة واليوم بيسموا اللي بيستلم من السعودية مرتزق اللعبة الكذرة هذه لعبة السياسة هذا هو المكون الأول في الخطاب الحوثي قل لك اليمن مستهدفة السعودية تستهدف اليمن وهذا حقيقي السعودية تستهدف اليمن لكن تستهدفها عبر الحوثي وليس عبر الحرب المسرحية اللي بتسويها السعودية المكون الثاني في الخطاب الحوثي الإمامي هو استغلال النبوءات الدينية التي تتحدث عن المهد المنتظر للإيحاء بأن عبد الملك أو حسين الحوفي هو اليماني المذكور في حديث النبي اليماني الذي سيمهد الطريق أمام خروج المهدي المهدي الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا اليماني هذه واحدة من الخزعبلات الموجودة معهم في كتب الحديث السنية والشعية وهذه العكيدة عكيدة المهدي واليماني والحضرمي والقومندان هذه العكيدة هي التي تزود جنود الحوثيين بالطاقة الكهربائية القصوى في الحرب فما قصة هذه العكيدة يا ترى؟ نتابعها قصة المهدي المنتظر هي واحدة من الأفكار الإسرائيلية التي تسربت من التراث الإسرائيلي إلى التراث الإسلامي التي يرفض سماعها المتعصبون للتراث الإسلامي حتى لو كانت نتائجها الخطيرة على الاستقرار السياسي في بلدنا يعني حتى لو كانت نتائجها تدميرية غير مستعدين للتفاوض يعني ومراجعة هذه الأفكار أبدا يسقط البلد ويسقط الوطن على الذي خلفوه لكن ما تسقطش الأحاديث المزيفة في كتب الفتن والملاحم وفكرة المهدي المنتظر هذه لها قصة عجيبة في التراث الإسرائيلي يعني أنا تتبعتها شخصياً وكتبت فيها دراسة كاملة ليش؟ لأنها أخطر وأشهر نبوءاً محرفة في تاريخ الأديان كلها لمن يعرف قيمة التحريفات وبيتابعها يعني هذه النبوءة أو هذه النبوءة تسببت في خراب كبير لثلاث أمم كبيرة هي اليهودية والمسيحية والإسلامية كل هؤلاء دفعوا ثمن هذه النبوء طوال تاريخ الماضي كلها فيه تفاصيل ما فيش لها مجال الآن نذكرها سأحاول في الدقائق القادمة الحديث عن أهم ملامح هذه القصة لعل هذا الكلام يصل إلى تلك الفئة المخدوعة بالروايات المزيفة والمخدوعة بالنصوص الدينية المحرفة والمخدوعة بخطاب الإمامة لأن سمعنا في الأونة الأخيرة من بعض الشباب في صنعها أن حقيدة المهدي هذه تشتاح حتى شريحة المتعلمين حقيدة المهدي هذه تشتاح الشريحة المتعلمة والجامعية في اليمن لذلك فكرت بالحديث في الموضوع نبدأ بالخلاصة المهدي المنتظر هو شخصية وهمية مستنسخة من شخصية مشهورة في التراث اليهودي هي شخصية المسيح المنتظر المهدي المنتظر هو نفسه المسيح المنتظر دخلت فكرة المسيح المنتظر اللي هي اليهودية دخلت إلى التراث الإسلامي باسم جديد اسمه المهدي المنتظر وشخصية المسيح المنتظر هذه عند اليهود لها قصة عجيبة كما قلت لأنها عبارة عن نبوءة حقيقية أعلنها موسى عليه السلام في سيناء وتعرضت من بعده للتحريف وقع تحريف هذه النبوءة بعد حوالي 300 إلى 400 سنة من وفاة موسى يعني بعد هذا السنين يعني تحديداً بعد أن انقسمت الدولة اليهودية قسمين وبعد أن ارتد المجتمع اليهودي إلى عبادة الآلهة الكنعانية بعد وفاة سليمان وانقسام الدولة خلال فترة الردة هذه والسبية البابلي تم تحريف نبوءة موسى الأصلية اللي كان موجودة في التوراة بعدها مضاعة التوراة تم تحريف هذه النبوءة الأصلية اللي حنتعرف عليها بعد قليل وكان من المهام التي كلف بها أنبياء بنو إسرائيل بعد سليمان خلال هذه فترة التحريف كان من مهامهم الحفاظ على هذه النبوءة ومقاومة تحريفها وتحريف الكتاب المقدس لأن أكثر شيء تحرف في الكتاب المقدس في التوراة هي النبوءات اللي تتعلق بالمسيح المنتظر وما شابه ذلك وبسبب هذه النبوءة قتل من أنبياء بني إسرائيل العدد المسيح عيسى المسيح عيسى بن مريم نفسه كان آخر نبي يتحدث عن هذه النبوءة عن نبوءة المسيح المنتظر لأنه المسيح عيسى غير المسيح المنتظر سيأتي الكلام وكانت هذه النبوءة هي موضوع رسالة عيسى هي الموضوع الأساسي وكاد بسببها أن يصلب فما هذه النبوءة التي شكلت تاريخ بني إسرائيل يا ترى تاريخ بني إسرائيل وتاريخنا أيضا بعد عودة موسى من جبل الرب بالألواح تلقى خبرا لن يعجب بني إسرائيل هذا الخبر مدون في سفر التثنية من التوراة الموجودة الآن هذه التوراة المحرفة جمع موسى بني إسرائيل في الخيمة وقال لهم الرب يقول لكم إنه سيبعث نبيا مثلي فيكون حجر الزاوية يعني خاتم الأنبياء لكنه لن يكون منكم هذا هو الخبر السيء لن يكون من بني إسرائيل وإنما من بني عمومتكم بني إسماعيل المطلوب انتظروا قدومه وآمنوا به وبشروا به بين الأمم ظلت هذه النبوءة تتردد في المجتمع الإسرائيلي في مئات السنين قبل أن يتم تحريف الطبعا الموجود هنا خاليا من اسم محمد وخاليا من اسم من الدلائل عليه لكن النبوءة ما زالت موجودة في سفر التثنية إلى الآن الإسحاح 19 طوال سنين التحريف كانوا يطلقون على هذا النبي المنتظر أسماء عدة منها موسى الثاني كان يسموه موسى الثاني لأن موسى في النبوءة قال نبي مثلي أقيم لهم من بني إخوتهم نبيا مثلك هكذا تقول النبوء إذن المسيح المنتظر هذا القادم اللي بينتظره اللي هو في الحقيقة محمد كما سيأتي معنا سموه شبيه موسى لأنه كان يشبه موسى في بعض صفاتها وسموه أيضا حجر الزاوية كما سمه موسى حجر الزاوية يعني آخر بناء آخر حجر في بناء النبوة خاتم الأنبياء وسموه أيضا المسيح الموعود كلمة المسيح تعني المصطفى أو المختار الذي يختاره الله لأداء مهمة معينة المسيح المنتظر عند بني إسرائيل هو خاتم الأنبياء الذي يشبه موسى لكنهم أدخلوا على هذه النبوء فيما بعد تحريفا بسيطا هو أنهم جعلوا هذا المسيح المنتظر من بني داود بدلا من أن يكون من بني إسماعيل ما قدروا يزور للنبوء كلها لكن أدخلوا هذا التعديل خلوه من بني داود بعد أن كان من بني إسماعيل وكان هذا أول تحريف كبير في النبوءة أدى إلى مشكلات كبيرة في تاريخ بني إسرائيل ذكرتها الكتب ذكرها تاريخ بني إسرائيل كان سبب تشريدهم يعني باختصار من فلسطين وعلى مدى مئات السنين كان هذا التحريف هو سبب تشريده تاريخ مليء بالأحداث كانت الكلمة الوحيدة أو كلمة السر في هذه الأحداث جميعا هي المسيح المنتظر وحنكمل بقية القصة في التقائق القادمة قبل ستمائة سنة من بعثة النبي محمد عليه السلام كان الله قد بعث النبي عيسى ابن مريم في فلسطين قبل ستمائة سنة في هذا الحدود بحثه بعث الله عيسى لهدف واحد أساسي ذكره القرآن وذكرته الأناجيل الموجودة اليوم الموجودة اليوم بين أيدينا ذكرت هذا الهدف ما هو؟ هدف إرسال عيسى هو التبشير التبشير بماذا؟ القرآن يقول التبشير بخاتم الأنبياء أحمد ومبشراً برسول يأتي من بعد اسمه أحمد الكتاب المقدس يقول لا التبشير بملكوت الله هنا أحدث تحريف بسيط شالوا كلمة أحمد وحطوا ملكوت الله هذا هو التحريف البسيط الذي أدخلوه على الأنجيل هذا هو التحريف البسيط الذي أدخلوه على الأنجيل سحبوا عبارة النبي أحمد وحطوا مكانها عبارة ملكوت الله الذي اكترب الذين كتبوا الأنجيل المحرفة لم يتمكنوا من إخفاء البشارة تماماً لأنها كانت مشهورة ومنتشرة لكن تمكنوا من تعديلها ظلت النبوء الأصلية موجودة في أكثر من شكل لكن واضح من القرآن والكتاب المقدس المسيحي هذا أن القضية الأساسية التي بعث من أجلها عيسى هي قضية التبشير أو البشارة ولهذا أطلقوا على الكتاب المقدس طبعاً هذا البيبول بالكامل هذا التوراة والإنجيل مكون من الجزئين التوراة في البداية الإنجيل أو الأناجيل وملحقاتها في النهاية أطلقوا على الأناجيل على الكتاب المقدس سبحهم ماذا؟ الأناجيل أو الإنجيل ما هي الإنجيل؟ الإنجيل كلمة يونانية تعني البشارة بشارة عيسى إذن هم متفقين معنا بأنه المسيح عيسى كان يبشر بشيء لكنهم أخفوا مضمون البشارة قالوا أنه يبشر باكتراب ملكوت الله عبارة غامضة اكتراب ملكوت الله عبارة غامضة بعدين أعطوها الكنيسة أعطتها دلالات ولأن مهمة النبي عيسى الأساسية هي التبشير بقدوم النبي الخاتم أحمد فقد سماه الله سمى عيسى المسيح عيسى حتى من كب مولد أطلق عليه اسم المسيح عيسى الله هو الذي سمه لماذا سمه عيسى؟ لماذا سمه المسيح؟ لأنه آخر نبي سيبشر بالمسيح الحقيقي المسيح الحقيقي المنتظر عند أهل الكتاب كما قلنا هو محمد أو أحمد باللغة الآرامية التي كان يتحدث بها عيسى عيسى عليه السلام كان يتحدث الآرامية أخته العربية شقيقة العربية وأحمد هي معنى محمد بالآرامية وما زالت الأناجيل المحرفة نفسها تحتفظ حتى الآن بأصول هذه الحقيقة أصول هذه البشارة حقيقة تبشير عيسى بكدوم المسيح المنتظر هذه الأناجيل تقول أن اليهود قد حرضوا الرومان اللي كانوا محتلين فلسطين أيامه حرضوا الرومان على عيسى بعد مناظرة الشهيرة جرت بين عيسى وبين الفريسيين في الهيكل الفريسيين اليهود طائفة يهودية وتقول هذه الأناجيل أنه قدم للصلب بعد هذه المناظرة بفترة وجيزة طيب ما مضمون هذه المناظرة يا ترى تقول الأناجيل الموجودة الأناجيل الموجودة تقول إن حيسى قد وقف أمام الفريسيين هذه الفرقة اليهودية المتشددة وسألهم اسمعوا السؤال سألهم السؤال الآتي ماذا تقولون في المسيح ابن من هو ابن من هو هذا الكلام موجود هنا في الكتاب المقدس المسيحي طبعا هو سألهم ويعرف إجابتهم لأنها مذكورة عندهم في الكتب المحرفة لكنه يريد أن يكشف التحريف أجابه قالوا هو ابن داود طبعا إحنا قلنا إنهم حرفوا النبوءة من ابن إسماعيل إلى ابن داود يعني قلنا قبل شوية أنه بني إسرائيل حرفوا النبوءة خلوا بدل ما يكون ابن إسماعيل صار ابن داود فسألهم المسيح ابن من هو المسيح قالوا ابن داود فرد عليهم عيسى قال كيف يكون ابن داود وداود نفسه يقول له بالغيب سيدي يعني زمان داود قبل ما يموت داود قبل قبل عيسى بسنين لكن عنده مزامير داود قال كيف يكون المسيح المنتظر ابن داود وداود نفسه يقول له سيدي وعندهم في الشريعة اليهودية لا يجوز للكبير أن يبجل الصغير طبعا السؤال هذا كان مفاجئ لهم المعلومة كانت مفاجئة وقعوا في حيس بيس وكرروا أن لا يحاولوه مرة أخرى لأنه مبتدأ كما يقول الحنابل حقنا هذا الأيام إذا عجزوا عن مواجهة بعض الأشخاص بالحجة وكان هذا هو أهم سبب دفع اليهود للوشاية بعيسى إلى الرومان ومطالبتهم بصلبه وهو نفس السبب الذي كتلوا لأجله بعض الأنبياء من قبل يعني تصريح بعض الأنبياء بحقيقة المسيح المنتظر بأنه محمد هو الذي سبب قتلهم العجيب الغريب أن إنجيل متى وهو أول إنجيل من الأناجيل القانونية التي يؤمن بها المسيحيون في الكتاب المقدس إنجيل متى هذا يبدأ بسلسلة نسب المسيح عيسى الذي ينتهي إلى داود يقول لك يسوع ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن داود وهذا أمر عجيب يعني كيف بتقولوا أن ابن الله وفي سفر متى في إنجيل متى تقولوا ابن داود ما هذه الازدواجية لماذا هذا الاضطراب هم سووا لهذه سلسلة النسب لكي يقولوا أنه هو المسيح المنتظر لأنه النبوءة عندهم في الكتاب بتقولوا أنه ابن داود من سلالة داود فوقعوا في حيس بيس من ناحية يشتري يقوله ابن الله وأنه جاء عن طريق أنه تجسد إلهي ومن ناحية الثانية يشتري يقوله أنه هو نفسه المسيح المنتظر ولابد ما تنطبق عليه النبوءة اللي بتقول أنه ابن داود فحصل هذا التناقض في الكتاب المقدس مع أنه عيسى نفسه عيسى نفسه في الأناجيل نفسها قد نفأ هذا صراحة في المناظرة في المناظرة الشهيرة التي ذكرناها قبل كالين وقال أن المسيح المنتظر ليس من ذري الداود هذا إنجيل متى بكل هذا الكلام والأناجيل الباكية الإزائية كلها بيقولك المسيح ليس ابن داود فليش تسجله في بداية الإنجيل وتحسبه على نسل داود وتقوله هو المسيح المنتظر الذي بشر به موسى شيء عجيب فعلا في تناقضات هذا الكتاب والأعجب أن يسجلوا نسب عيسى وهم يعترفون بأنه كما قلت لم يولد من أب بشر لماذا فعلوا ذلك لماذا وقعوا في هذا التناقض لأنهم حريصون على أن تبقى شخصية المسيح المنتظر إسرائيلية ما يشتواش تخرج من بني إسرائيل وهذا هو سبب تحريف رسالة عيسى برمتها كما سأشرح بعد قليل استطاع النبي عيسى أن يوصل بشارة ابن نبي محمد إلى كل مكان في فلسطين يعني من المناطق الجليل إلى مناطق اليهودية في الجنوب القدس وما حولها دار على المناطق هذه كلها إلى نهر الأردن خلال ثلاث سنوات وهو بيلف هذه المناطق علشان يبشر بالنبي محمد فاستجاب له المئات من بني إسرائيل وقبل أن يتوفاه الله كما قال القرآن كلف الحواريين بإكمال المهمة قال لهم كملوا وعندنا في القرآن القرآن يقول أن الله أوحى للحواريين يبدو أنه كان فيه تكملة لابد منها وهنا بدأت ملحمة جديدة بين تلاميذ المسيح وأتباعه لأنه أتباعه ما كانواش الحواريين فقط كان فيه أتباع آخرين غير التلاميذ غير الحواريين معركة بين هؤلاء من ناحية وبين بقية اليهود من ناحية ثانية ومعهم الرومان المحتلين لفلسطين في حينها كان صراعا مريرا استخدم فيه كل طرف ما لديه من إمكانات وحدث اضطهاد كبير لأتباع عيسى في فلسطين الحاخامات اليهود الذين حاربوا المسيح أدركوا أن اضطهاد اضطهاد المؤمنين بعيسى لن يحل المشكلة لماذا؟ لأن المشكلة هي أن البشارة البشارة بالنبي أحمد قد انتشرت لدى بني إسرائيل وأصبح المؤمنون بها في ازدياد ماذا يفعلون يعني أمام هذه؟ هذه هي المشكلة كيف يتصرفون؟ لم يكن أمامهم سوى الاستفادة من خبرتهم في الخداع والتحريف وهنا بدأت أعجب مهمة تحريف في التاريخ تفصيلها لمن يعرفها تفاصيل غريبة لكن لا يعلمها إلا القليل طبعا قليل من الباحثين يعلمون هذه التفاصيل بدأ هذه القصة حاخان يدعى شاور أطلق على نفسه فيما بعد اسم بوليس بوليس هذا هو أشهر شخصية بعد المسيح إيسا في الديانة المسيحية وهو أكثر تأثيرا من المسيح إيسا في المسيحية أكثر الدارسين الغربيين بات يعرف أنه أن بوليس هذا هو مؤسس المسيحية الحقيقية وليس إيسا في المريض وشخصية إلى الآن ما زالت لغز لأنه كان يكدم نفسه بطريقة يعني متضاربة كان يكدم عن نفسه ببيانات متضاربة مرة يقول أنه يهودي ولد في مقاطعة رومانية وحصل على الجنسية الرومانية وعاد إلى القدس ليدرس الديانة اليهودية ويصبح كاهن ومرة يقول أنه يهودي فقط وهناك تناقضات مهمة في رسائله اللي كان يبعثها للمجتمعات في تركيا القديمة في المدن تبين أنه كان مخادع وأنه كان كذاب هذه الرسائل تكشف أنه كان يكذب أحيانا لكنه كما قال يكذب لصالح الرب ورد هذا في رسالته إلى رومية قال أوكي أنت ممكن تكتشفوا علي بعض الكذب لكن أنا في الحقي أكذب لصالح الرب المهم هذا البوليس لعب لعبته الخطيرة وكرر أن يقوم بمهمة تحريف رسالة المسيح حتى لا يصل خبر المسيح العربي إلى الأمم كما يسميها القصة طويلة طبعا وقد شرح بعضها أو بعض تفاصيلها أستاذ تاريخ الأديان البريطاني هيم ماكبي اسمها كذا هيم ماكبي في كتاب شيق بعنوان بوليس وتحريف المسيحية هو ما تكلمش عن نبوءة المسيح أحمد طبعا هذه هذه روايتنا الإسلامية لكن هو أتكلم عن كيف أن المسيح حرف كيف أن بوليس هذا حرف رسالة المسيح تقول تقول القصة أن بوليس لم يرى المسيح عيسى في حياته قط بل كان عدوا لدودا لتلاميذ عيسى بعد وفاة عيسى وتقول القصة الموجودة في هذا الكتاب دوراو الإنجيل أن بوليس هذا قرر الذهاب إلى دمشق لمطاردة لمطاردة أتباع عيسى هو في الطريق إلى دمشق كما يزعم هبط عليه عيسى كالبرك من السماء باعتبار إله وقال أن عيسى سأله بوليس بوليس لم تضطهدني يعني ليش بتضطهد أتباعي ليش بتعذبهم المهم أن بوليس قد آمن بعيسى بعد هذه الحادثة آمن به ربا بعد هذه الحادثة وزعم أن الرب قد كلفه بالتبشير برسالة بين الأمم وبدأت مسيرة تحريف رسالة عيسى لكن بوليس أدرك أن تلاميذ المسيح في القدس سيكشفون لعبته وتحريفه فقرر أن يبشر برسالة خارج فلسطين حتى لا ينكشف أمره ومع ذلك وصل خبره إلى تلاميذ المسيح وكانوا يرسلون من يكذب بوليس ويصحح الحقيقة من بعده وكان لتلاميذ المسيح في القدس مستقية أقوى عند الناس حتى خارج فلسطين كان واحد من الذين يرسلوهم برنابا برنابا هذا كان وظيفته يصحح بعد بوليس ويكذبه ويقول للناس لا تصدقوش هذا الكذاب هذا المخادع هذا المزور المهم قرر بوليس أن يمارس الخداع حتى على تلاميذ المسيح عن بوسهم فبدأ يرسلهم ويأكد لهم أنه على نفس عكيدتهم فطبعا ومن طلش عليهم الأمر قالوا لي إذا أنت صادق تعال لعندنا نختبرك لم يكن أمام السوى الموافقة جاء إلى القدس وفي القدس قرر أتباع عيسى أن يفضحوه على الملأ طلبوا منه أن يعلن عقيدتها الحقيقية أمام الناس لكنه رفض رفض فهاج عليه الناس وكادوا يقتلون لأنه أصبحوا المؤمنين بعيسى كثير برسالة عيسى فاستنجد بمن استنجد بعساكر الروم رحل عندهم مكلم أنا روماني وعندي الهوية الرومانية وأخبرهم أنه يحمل الجنسية الرومانية وحصل على الحماية ثم غادر القدس نهائيا ليكمل مسيرات التحريف هذا بولس هذا البولس استطاع أن يحرف بشارة النبي عيسى بمحمد وأوهم أتباعه بماذا؟ أوهمهم أن المسيح الذي سيأتي من خارج ذرية داود أو من خارج بني إسرائيل هو المسيح الدجال سمعه المسيح الدجال البشارة اللي كان بيقول عليها عيسى أنه المسيح الخاتم سيأتي من بني إسماعيل هذه رح حرفها بولس وقال المسيح الذي سيأتي سيزعم أنه المسيح خاتم الأنبياء ويأتي من خارج بني إسرائيل هو المسيح الدجال هذا ما أوحى الرب به يقصد محمد طبعا ومن هنا جاءت فكرة المسيح الدجال وتسربت إلى تراثنا الإسلامي هذه قصتها هذه حقيقتها لكن السؤال هو كيف دخلت هذه العقيدة محرفة إلى التراث الإسلامية نتابع بقية القصة من نهاية القرن الهجري الأول من سبعينيات القرن إلى منتصف القرن الثاني الهجري بدأت مجموعة من الموالي غير العرب يعني الناكمين على العرب وبعض أهل الكتاب بدأت هذه المجموعة في اختراع عقيدة جديدة تنتسب إلى الإسلام سميت فيما بعد بالمذهب الشيعية التي هي المذهب الإمامية الباطنية الإسماعيلية والاثنى عشرية الإيرانية هذه اثنى عشرية العربية في الأساس تمت صناعة هذه الديانة على نفس طريقة بولس اليهود الذي صنع أو الذي حرف رسالة عيسى واختراع المسيحية اختراع التشيع تم بنفس الطريقة التي تم بها اختراع المسيحية لا أحد يعرف كيف تمت العملية بالتفصيل لكن الدارس لتاريخ الفرك والمذاهب الإسلامية يلحظ أن بعض المقولات الأساسية في المذاهب الشيعية لم تكن معروفة قبل زمن جعفر الصادق وأبيه محمد الباكر يعني قبل سنة سبعين مثلا ما كانش في هذه الأخبار كثير من البقولات لم تكن معروفة وأنه في زمن جعفر الصادق ظهر عدد من الموالي المثقفين المتعصبين للعلويين الذين أسسوا علم الكلام الشيعي كما تقول كتب الشيعي عن نفسها أنا أنقل عن كتب الشيعة كان في مجموعة من المثقفين الممتازين الذين أسسوا لعلم الكلام وأسسوا للنظرية الشيعية من أمثال من واحد اسمه زرارة بن أعين هذا من كبار المنظرين الشيعة عندهم والثاني اسمه هشام بن الحكم والثالث اسمه شيطان الطاق وفي ثلاثة آخرين أسسوا المذهب الباطني الإسماعيلي من أصول عربية طبعا أربعة من هؤلاء الستة الذين أسسوا علم الكلام الشيعي كانوا من أصول يهودية ومسيحية أصول مسيحية تحديدا لهم علاقة بشكل ما هؤلاء وضعوا أسس المذهب الشيعي العجيب كما قلت أن أغلب هؤلاء المتكلمين جاءوا من خلفيات مسيحية أو يهودية واحد جدي يهودي واحد كان من أصول يهودية واحد من منطقة يهودية يعني مسيحية إلى آخره ويبدو أنهم كضخوا كميات كبيرة من العقائد والمقولات والأحكام اليهودية داخل المذهب الجديد اللي اسمه التشيع هذا كان كتسبقهم إلى بث الإسرائيليات في التراث الإسلامي مجموعة أشخاص آخرين مثل كعب الأحبار اللي أسلم في عهد عمر بن الخطاب ووهب بن منبه اللي كان معاه وعبد الله بن سبق قبلهم وكلهم يمنيون طبعا للأسف طبعا من المستحيل أن تلك القبض على محرفية الأديان وهم في حالة تلبس لا تستطيع أن تمسك شخص وهو يكون بتحريف الدين لكنك تستطيع معرفة ذلك بالكرائن الدل على هذا التحريف من خلال الكرائن ونحن الذين كرينتان كبيرتان على أن الذين أسسوا التشيع هم الذين أدخلوا فكرة المهد المنتظر إلى الإسلام الكرينة الأولى هي أن أهم مؤسسي علم الكلام الشيعة كانوا موالي من خلفيات مسيحية يهودية كما قلنا الكرينة الثانية هي حجم التشابه الكبير بين أفكار المذهب الشيعي وأفكار المذهب الإسرائيلي الإسرائيلي يعني اليهود المسيحي في الأصول وفي الفروع عشرات من نقاط التشابه ترغبك على القول بأن التشيع ما هو إلا نسخة إسلامية من المسيحية كما لاحظ كثير من المستشرقين يعني مثل كوربان مثلا هنري كوربان الفرانسي وغيره طبعا هذا الكلام ليس جديدا كما قلت لاحظوا العديد من الباحثين العرب والمستشرقين كديما وحديثا من الكدامى مثلا واحد مثل ابن تيمية أنا أتكلم من منظور علمي يعني مش من منظور مذهبي لا علاقة لنا بالمذهب الآن هذه بحوث تاريخية اللي هعلكة بالتاريخ السياسي اللي بيعجن حياتنا الآن يعني والقول بأن أخبار المهدي المنتظر ليست من أخبار الإسلام هذا القول ليس جديدا أيضا فقد قال به من قبل علماء عرب ممتازون أمثال العلامة بن خلدون العلامة محمد رشيد رضا الإمام محمد عبدو ولا مجال لذكر وآخرين طبعا ولا مجال لذكر حججهم الآن يعني كدموا حجج ما عند لناش وقت لها إنما أردت فقط أن ألفت انتباه العقلاء إلى هذه الخدعة التي تحولت إلى وقود للمتطرفين والمنحارفين في مجتمعاتنا الإسلامية وفي المجتمعات الغربية أيضا يعني الآن ما يسمى بالمحافظين الجدد في أمريكا أمثال بوش وغيره وفي بريطانيا هذا لما ما كصدتهم ما الذي يحركهم تحركهم عقيدة المسيح المنتظر ومعركة هرمجدون اللي ينزل على إثرها المسيح هذه المسيح المنتظر عندهم تحرفت عندنا إلى المهدي المنتظر النفس العقيدة هي اللي بتعجينا الدنيا الآن الأوهام الأوهام ذات الطابعة الديني تأكل وتشرب من دمائنا اليوم وليست مجرد عقائد في الكتب والتمسك بهذه الأوهام يثلم الإيمان من ناحية ويخرب الحياة من ناحية ثانية هذا اللي خلنا نتكلم في موضوع يفترض أنه موضوع ديني لكنه في الحقيقة موضوع سياسي من الطراز الأول وصلنا لختام هذه الحلقة نشكر متابعتكم ونلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر